هذه للأسف يعني حاجة مؤلمة والله حاجة مؤلمة من حسن إسلام بعفوا من حسن الإحسان إلى الجار أنك تسأل عليه دائماً تسأل عليه قالك تتفقده إذا غاب أنا كل يوم نشوف جاري إذا اليوم ما شتوش نسقسي عليه بلك رهو مرحب بلك ماحتاجني تتفقده إذا غاب تساعده إذا حتاجه سواء مادياً أو معناوياً تعده إذا مارضة لازم تزوره تتبسم كما قلنا قبل قليل الرسول صلى الله عليه وسلم قال من أسباب السعادة والهنى ما عده ماذا عده أربعة من أسباب السعادة والهنى ما هي الزوجة الصالحة المسكن الواسع الجار الصالح والمركب الهنى جعل الرسول صلى الله عليه وسلم الجار الصالح من أسباب السعادة والهنى كيف لا وهو باب واسع من أبواب الأجر وحسن الجوار مطلب إيمان عظيم وخلق إنساني إسلامي ويجب علينا أن نصلح ما ذات بيننا وأن نترصد ونبحث عن أحوال جيراننا وأن نتعامل معهم أحسن المعاملات تخيلوا في هذه النقطة بالذات للأمير عبدالقادر الجزائري بطل من أفطال شمال إفريقيا لا يخفى علينا هذا مؤسس دولة الحديثة أكيد وهو أقيم إلى دمشق أقيم في دمشق أبيد فيها وكان له جار فقير فذلك الجار أراد أن يبيع بيته فوضع بيته يعني للبيع أعطوا له ثمن ذلك البيع ثمن بخص يعني ليس حق الدار هذه الثمن غضب غضبا شديدا ماذا قال قال والله لا أبيع جيرة الأمير عبدالقادر بهذا الثمن خير ما قدرش جامع البيت التاعو أو المكان الاستراتيجي داع البيت التاعو يعني وكأنه اشتر الجار كما هكي قلت في البداية أنا نشر الجار قبل الدار قبل الدار صح الجار يزيد مقيمة سكن يزيد والله أنك تحب ذلك البيت بمحبة جيران وتكرهه وحتى يكون البيت فاخرة يكرهك للحي السكني صحيح والله هذه لنا حقيقة معاشة للأسف الشديد والله أنك تكره أنك تذلك البيت ولو كان تكون فيها متوفر كل شيء للأسف الشديد يعني هذا ما يبغضه الله سبحانه وتعالى لماذا؟ هذا ما يبغضه الله يجب علينا أن نصلح ذات بيننا وأحوالنا وأن نتفقد بعضنا نسأل كل إنسان يعني ننزع ذلك الغل من القلوب نزرع المودة بشيء بسيط ننزرع المودة بيحبة حلوها ننزرع المودة